اشتركوا في القناة اذا سمعتم بها فقط فلن تصدقوا حدوث اي منها في المشهد السابع يظهر لنا هذا الفيديو مجموعة من الجنود يؤدون عرضا عسكريا وفي هذه الاسناء ستلاحظون قيام جندي من الصف الخلفي بتلقيم سلاحه واطلق النار على بعد بضعة سنتيمترات فقط من رأس زميله في الصف الامامي مما ادى الى جعل قبعته تحلق في الهواء ما يجذب الانتباه في هذا الفيديو هو ان الجندي الذي اطلق عليه الرصاص لم يظهر اي تردة فعل تجاه زميله في الخلف كما لم يظهر زملائه اي شيء يجب عليه ان يكون شاكرا لانه نجى من تلك الرصاصة او ربما ما زال في صدمة مما حدث في المشهد السادسي نرى رجلا يسبح في النهر بهدوء واسترخاء ولكن الامر اللطيف ان هذا الفيل الصغير شعر بان الرجل في خطر وتوجه اليه كي يساعده من الرائع ان هذه المخلوقات لديها هذا الكم من الوعي والمشاعر ومن المحزن ان يتم انقاذ رجل بواسطة فيل في حين ان هناك بعض الاوغاد يصطادون الحيوانات من اجل متعتهم الخاصة في المشهد الخامس ينقلب الوضع تماما فهذا الحيوان هو من يتم انقاذه من قبل الانسان يبدو ان هذا الدب قد علق في ذلك الكهف ولم يستطع الخروج منه ولذلك تم استخدام آلة حفر كبيرة لصع فتحة في جدار الكهف ولإفساح المجال لهذا الدب كي يخرج مسكين هذا الدب يبدو مذعورا لانه يرى الكثير من الرجال حوله في نفس اللحظة التي يحاول فيها الهروب من الكهف بالطبع لا يدري انهم يحاولون مساعدته في المشهد الرابع حسنا يعجز لسان عن تحدث فلا يوجد الكثير مما يمكنني قوله في الحقيقة ازاء هذا المشهد سأترك لكم التعليق في المشهد الثالث هل يمكن لأحد ان يمتلك اسدا كحيوان اليف حسنا يبدو انه ممكن لا احد يمكنه تخيل انه يلعب مع اسد بدون ان يقتله الاسد عوضا عن ان يكون مارحا وهاتئا معه ولكن هذا الرجل قرر ان يربي اسده الخاص في منزله ولكن رؤية اسد كحيوان اليف في المنزل اهون بكثير من التعرض لهجوم كل يوم على يد اسد هل كنت ستصدق هذا الفيديو لو لم تره بنفسك؟ في المشهد الثاني علق هذا الرجل على هذه الشجرة ولكن المشكلة ليست هنا المشكلة هي ان هناك دبا عملاقا يحاول الوصول اليه ربما لو قم احد بتأليف قصة خيالية او رسم كاريكاتوري فلا يستطيع استحضار مثل هذا المشهد بتفاصيله ابدا ولكن دعني اشرح لك مدى خطورة هذا الموقف هذا الحيوان يزن تقريبا ثلاثمائة وستين كيلو جراما ويستطيع الجري بمعدل خمسين كيلو مترا في الساعة وبإمكانه ايضا ان يمزقك ايربا ايربا بمخالبه القوية فهو دب قرر ان يتناول جاره على العشاء وترك الارنبا ليراقب ما يحدث لابد ان هذا الرجل قد مات بالفعل من الرعب هؤلاء الاشخاص مجانين الى حد غير معقول فلو انك شخص يعاني من رهاب الاماكن المرتفعة فدعني اخبرك بان هذا النوع من الفيديوهات لا تلائمك فشخصيا لا اجد اي سبب منطقي لقيام بعض الاشخاص بالصنع مثل هذه الفيديوهات حيث يقومون بافعال خطيرة جدا في تلك الاماكن المرتفعة وبدون اي نوع من الحماية فهناك حقا العديد من الاشخاص يقومون بتلك الافعال وهذا ليس اكثر من مجرد جنون مفرط ان اعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الاعجاب والاشتراك جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم